طب حريقة باتي بتقولي هل في فرق بين العمارة والتصميم العمراني؟ هم مكملين لبعض يعني العمارة يمكن بتاخد المقياس المصغر ان فيه قوضة وصالة وحمام ومطبخ ووجهة عمارة وكذا التصميم العمراني بياخد الحي وبعد ما بنعمل الحي المفروض المدينة فهو بالتدريج كده يعني احنا في الشغلانة بتاعتنا دي بيبقى التخطيط في الاول ان حضرتك بتنشئي مدن وبينها مسافات ويعني طرق محورية طرق سريعة وبعين على سكيل المدينة بتبتدي بقى تشوفي بتتغزز زي بطرق وبمرافق وبخدمات مباني عامة ومراكز تجارية ومراكز خدمية وبعين بتدخلي بقى على مستوى الحي وكل حي لازم يبقى له الطابع عشان يحصل انتماء للإنسان للمكان اللي هو بيعيش فيه طب حاليا مثلا من اتكلم عن مصر وعن مدن مصر خاصة للمدن الجديدة الامتدادات الجديدة هل بنراعي ما يسمى بهذا التصميم العمراني؟ اعتقد انه في المدن الجيل الرابع ايوة طبعا فيه مراعاة مثلا ما تشوفي مدينة العالمين الجديدة فبتلاقي كل حي له طابع معين ولو الخدمة بتاعته المعينة ارتفاع المباني مثلا بيدخل في هذا؟ طبعا ارتفاع المباني وتجانسها مع بعضها يعني من قداش نعمل منطقة فيها فيلا وصدها مبنى سكاي سكريبر او متعدد التواقق هو للأسف هذا يحدث احيانا عندنا طبعا ويمكن ده موضوع يعني ظاهر في مدينة ستة اكتوبر مدينة ستة اكتوبر والاكتر كمان الحقيقة التجمع الخامس يعني هيك لما تشوفي المحور بتاع التسعين ده لما بتمشي وانت دخلة على الشمال منطقة تجارية ووفيس بيلدنجس او مباني ادارية ووجهات زجاجية وتصويمات حديثة وعلى اليمين تبصي تلاقي ذلل وعمارات صغيرة معمولة بتراز الكلاسيك المستحدث حاجات لخبطة جدا فتبصي يمين تحسي انك في قارة وتبصي الشمال في قارة تانية فطبعا ده عوار فيه اكيد التصميم العمراني بس اعتقد او يعني بتمنى انه في المدن الجيل الرابع اللي بتنشأ حاليا يبقى فيه نوع من التجانس او زي ما احنا بنسميه هاربوني مبين الانسجام مبين الانفنون الامارة مبين الانفنانية